كجديد عندنا مجموعة أعمال وكاينين المسرحيات خاصة بالطفل إن شاء الله باش نكون عندنا بيع جوالات داخل وخارج أرض الوطن أكيد إن شاء الله وعد شي اللي كانت منه وأنتم ما كتشوفوا دبال وضعية اللي كان عيشوها حاليا في الميدال الفني ديال لا حسب القانون اللي هو تقدم لمجلس النواب واللي هو شكل واحد الإشكالية كبيرة وللتيجاه ديالنا كله غيف كيفاش غنحلو هذي الإشكالية هذي كيفاش ترجع الأمور لمجاريها وما بقي ناش يعني حتى بالنسبة لأعمال ديالنا اللي خاصة بالميدال الفني ما بقي ناش يعطينا وقت لأن هاد شي كي يطلب أننا نهضروا على المصالح ديال الفنان هناك انتهاك للحقوق ديالنا ماشي من طرف المكتب المغربي ولكن من طرف قانون اللي بغاية تمرر باش هو فيه بزاف ديال العوامل اللي هي كتلعب ضد الطيار وضد مصلاحة الفنان فاحنا ان شاء الله أول ما ننتهي من هذ المسألة هذي ونوصل له واحد النتيجة مع سيد الوزير ومع الدولة احنا مشي ضد لا الدولة ولا ضد سيد الوزير احنا مع الرقابة الوزراء والرقابة ديال الدولة شرط أن الحقوق ديالنا ما نضعوش فيها وما تقاش الحقوق ديالنا لأن الفنانين أغلبهم كيعيشوا من هذ المستحقات ديال المكتب المغربي الحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة هو سبغي اختفيت من منذ سنة 2003 وكان بسبب زواج يعني ركا تعرف ضروري إنسان كيبغي يتجواج وتكون أسرة داز واحد الفترة ومعاكي الولي يتصغير من بعد جاء أنا الطلب من الجمهور الناس اللي كانت لقاهم أنكي خليتي الميدان وحنا فأمس الحاجة ليك وكان الرجوع طبعا في 2016 وكان شكر الإدعاء وتلفازها المغربية لأنه بأول ما رجعت للميدان احتفلوا بي ودروا لي تكريم كذلك كانت كريم كبير اللي كيقرخ المسيرة الفنية ديالي في مصرح موحمة الخاميس وطبعا ما كان نسوش الدور ديال الوزارة ديال الدولة ديال سيدنا اللي كيعتفع للفنان واللي فعلا حقوق الفنان كيتكلم عليها سيدنا وهو اللي تكلم بالأساس وبالدرجة الأولى على هاد النقطة اللي وقعنا فيها دابا فإن شاء الله كانت منها أمر تكون على خير جمهوري الكريم تنقلكم باللي أنا كان بغيكم بزاف وتنحي فيكم الروح الفنية والتقافة الفنية لأنه فعلا الجمهور المغربي جمهور صعيب ماشي كبقي الجماهير عنده أدن موسيقية كيعرف يقيم الفنان ويقيم الأعمال الفنية كنحييكم وأنا رجعت لكم وكلي أدن صغية ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم اشتركوا في القناة